موسيقى إن ثورة الثلاثين من يونيو مثلت نموذجاً فريداً في تاريخ الثورات الشعبية حيث جسدت معاني وقيم غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واستفافه الوطني خارجت الملايين في الثلاثين من يونيو في مشهد فريد للحفاظ على الوطن سطرت وأعادت للوطن لحمته وهويته أنقذته من حكم جماعة إرهابية لم تتوانى يوماً عن تدمير مصر واستهداف أمنها ومنشآتها لخلق فوضى تخدم مخططاتهم وأهدافهم لسيطرة على مقدراتها موسيقى 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 الثورة منذ اللحظة الأولى رسمت مصاراً وانطلاق جديد لمصر نحو البناء والتنمية لتأسيس جمهورية جديدة أساسها الإنسان وقاطرتها البناء والتنمية والتكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع جهود استعادة الأمن والتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول النيلة من مقدرات الوطن انطلقت الشرطة لتحمي المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي أصبحت في كل مكان على أرض الوطن لتحقيق النهضة المنشودة تكاملت جهود وعزارة الداخلية مع الجهود التي تبدلها الدولة في البناء والتنمية على مستوى الجمهورية وتطورت المنشآت الشراطية على الصعيد الإنشائي والمعماري لتواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد وشهدت الخدمات الأمنية والجماهرية التي تقدمها وزارة الداخلية تطوراً كبيراً مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقدم بشكل حضاري وميسر يلب تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة مراعية في ذلك حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر وكان العنصل البشرية على رأس منظومة التطوير لرفع قدراته لآداء المهام الأمنية والخدمية بالصورة الاحترافية امتدت يد التطوير إلى السجون حيث تم هدم السجون التقليدية التي تقادمت بنيتها وأدواتها وأنشئت مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل لها وهو مجاء تتويجاً لجهود الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في المنظومة العقابية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية وحققت وزارة الداخلية بمبادرتها الاجتماعية ما تصب إليه من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتوفير احتياجاته بأسعار مخفضة ومساندته في كل المناسبات من خلال مبادرة كلنا واحد التي انطلقت في كل ربوع الوطن ومحافظاته المبادرة وتحت مسمى جيل جديد شملت المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة كباديل المناطق العشوائية واستهدفت وزارة الداخلية بها تطوير قدرات شباب وطلائع هذه المناطق الثقافية والعلمية وترسيخ روح الولاء والانتماء لديهم هذه الانجازات ما كانت لتتحقق لو لا مناخ الامن والاستقرار الذي تتمتع به مصر وارادة شعبها العظيم وتكاتفه مع قيادته السياسية رغم التحديات الدولية والاقليمية التي فرضتها المتغيرات العالمية لتبقى ثورة السلاثين من يونيو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث انتقلت معها مصر الى نهضة شاملة في مختلف مجالات الحياة وبعثت الامل في غد افضل يضمن الحياة الكريمة لكل مواطن ويحفظ الحق في التنمية للاجيال القادمة وتؤكد على اصالة وصلابة الشعب المصري وقدراته على البناء ومواصلة العمل ليسطر مزيدا من الانجازات لنهضة الوطن ورفعته اشتركوا في القناة